اشتركوا في القناة الشيخ حسين برزنجي حياك الله شيخنا حياك الله أستاذ أحمد اللي حفظك اليوم ربما الحلقة إذا رأينا نسميها تخص المرأة أو حلقة تخص كثير من أخواتنا وزميلاتنا وكثير من النساء اللي موجودات خاصة في المجتمع العراقي أول سؤال نبدأ به دون اللي هو الإسلام هل أعطى حقوق المرأة؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم إذا أردنا أن نجيب باختصار سنقول نعم طبعا وإذا أردنا أن نفصل قليلا نقول ما من ديانة وما من حضارة وما من فكرة أعطت للمرأة حقا كالإسلام الإسلام أعطى حق المرأة بكل تفاصيل الحياة أعطى حق المرأة بكل جزئيات الحياة يعني بل إذا تجي على المستوى الظاهر الله تعالى سمى سورة في القرآن الكريم باسم النساء وهذا معناته أن المرأة شيء معتبر عند الله تعالى وفي المجتمع دعني أقول للمسلم يعني بل أن المرأة كانت مهانة قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام كانت تباع في الأسواق بل وصل الأمر في الجاهلية أن المرأة كانت تقتل البنت ونزل قول الله تعالى وإذا الموؤودة سوئلت بأي ذنب القتلت الموؤودة البنت كانت تقتل يعتبروها عار يعتبروها لا شيء في المجتمع ويعتبروها من الأشياء التي هي ثقيلة والتي هي الاعتبار لها في المجتمع هذا الجاهلية وكانت المرأة يتزوجها الشخص والشخصان والثلاثة والأربعة في مرة واحدة وكانت المرأة تباع مثل ما يباع أجلكم الله الحيوانات تباع في الأسواق هكذا كانت المرأة في الجاهلية ولكن عندما جاء الإسلام الله سبحانه وتعالى جعل المرأة من حصة رجل واحد وأعطى حقوق للمرأة في المال في الميراث بل من أراد أن يأخذ مرأة على خلاف الجاهلية يعطيها حقا اللي هو المهر الصداق ويعطيها مقدم ويعطيها مؤخر مو بس هذه واللي يأخذها يسكنها أمر على الرجل إجبار على الرجل وأن يطعمها ويسقيها ويعني الدكتور الطبيب الصغيرة الكبيرة يتبنها من أجل الإسلام أعطى هذا الحقوق للمرأة مو بس هذا بعض يتبجح بموضوع أنه المرأة نعم الإسلام انطاع حقوق بس غبنها في حقوق الميراث الله سبحانه وتعالى قال والذكر مثل حظ الأنثيين الله سبحانه وتعالى دا يقول من يشتغل بالحياة من يعمل القوامة الذي يصرف الذي يتزوج ويدفع فلوس هو الرجل طبعا نعم لو اجيت إلى الحياة المرأة مدللة في بيت أهلها في بيت زوجها يعني ما عليها مسؤوليات فمن إجا الإسلام الإسلام الله سبحانه وتعالى يعني يعلم كيف تدار المجتمعات ويعلم أنه الرجل هو الذي يعمل والرجل هو الذي يشتغل والرجل هو يطي مهر والرجل هو الذي يشتري الأثاث للبيت فجعل للذكر زيادة عن المرأة في الميراث ولكن البعض من يتبجح بهذه الآية وينتقدها نقول أنت قرأت ولذكر مثل حظ الأنثيين في هذا الموطن الرجل يأخذ أكثر من المرأة ولكن يوجد دعش موطن آخر في الميراث المرأة تأخذ أكثر من الرجل ويوجد أكثر من ست مواطن في الميراث المرأة تأخذك الرجل فإذن يعني المرأة جاء الإسلام أعطى مكانة للمرأة بل مو أكثر من موضوع أنه جعل المرأة أنه تقاسم الرجل حتى في عمله المرأة كانت تعمل المرأة كانت تدرس وتطلب علم كانت نقيسه عليه اليوم المرأة تخرج المرأة تدرس المرأة تعمل ما في مشكلة أبدا ما عندنا هذا الأمر يعني نعم نعم وكثير من المنظمات التي تختص أنها تريد تحافظ أو تنتز حقوق المرأة من الرجل وأنها المرأة مهمشة ومظلومة في المجتمع وربما غير ما أخذ حقوقها وبعض الرجال ينادي بحقوق الرجل يقول لا إحنا في مجتمع أصبح السلطة الرئيسية للمرأة وبحيث الرجل يقول لا إحنا أصلاً ما عندنا حقوق يعني حتى من باب التهكم في بعض الأحيان يقول هناك عيد للأم عيد للمرأة كثير من الأعيات تخص المرأة ولكن ليست هناك أعيات تخص الرجل برأيك شيخ حسين في مجتمعنا العراقي تحديداً حتى لا نكون إحنا أحياناً ربما نأخذ الموضوع بمثالية أن المرأة ما أخذ حقوقها تماماً في المجتمع العراقي يعني تعرف إحنا مجتمعنا معهماً عشائري متمسك بالالتزام الديني مجتمعنا العراقي المرأة ما أخذ حقها؟ لا ما أخذ حقها طمع بصورة عامة المرأة لم تأخذ حقها في مجتمعنا شوف أستاذ أحمد إحنا في حلقات سابقة تكلمنا عن جزئية مهمة ولازم أعيدها نعم إحنا عندنا مشكلة في تطبيق الإسلام نعم بالتعامل مع المرأة نعم الإسلام تكلمنا في البداية أعطى حقوق كاملة للمرأة نعم المشكلة بالتطبيق الرجل لا يعرف كيف يطبق حقوق المرأة فهذه المشكلة موية من الإسلام حتى تجي الناشطة الفلانية أو رئيس المؤسسة الفلانية أو العلمانية الفلانية تنتقد الإسلام ما لعلاقة الإسلام مشكلة الإسلام بالمسلمين يعني مدى يعرفون إشلون يطبقون حقوق المرأة والمرأة صعبة أحيانا لا هذا بحث آخر مما صعبة هذا تبقى يمترويض الرجل يعني طريقة فهم المرأة في بعض الأحيان يكون صعب أنا أتكلم أنه مظلومة بالإسلام وما هي ما مظلومة ظلمت بتصرفات المسلمين بعض المسلمين يعني على سبيل المثال يعني يوجد عندنا مناطق في العراق باسم العيب وباسم الميصير يعني أخذوا حقوق نساء وظلموا نساء باسم العيب وباسم المجتمع ميصير مثلا عندنا أناس لا يفهمون الإسلام بشكل خاطئ تطبيقات الإسلام فييجي يطبق هذا الفهم الخاطئ على المرأة ما يطلعها ما تشارك بناء الدولة أو بناء الحضارة أو تبني حضارة ما يخليها تدرس تعرف إحنا أكو عندنا مناطق خلني نقول عليها عشائرية عندهم البنت عيب تطلع تدرس شوف تحت مسمى العيب نعم وما عندنا بنات تدرس يقول أو أنه المرأة عليش تدرس هي راح تتزوج وزوجها يصرف عليها هذا مفاهيم خاطئة هذه فالتطبيق خطأ مو الإسلام خطأ تطبيق الحقوق خطأ صار يعني فعندنا مع الأسف اليوم في بعض العشائر مناطق العشائرية أن المرأة لا تتقرب إلى الدراسة ولا تطور نفسها بينما الإسلام الإسلام المرأة كانت تخرج تطلب علم أكثر من سيدة عاشة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تدرس وكانت تدرس كانت تدرس في روايات حتى تدرس بعض الصحابة مثل سيدنا علي مثل عبد الله بن عباس يجي يستفتها وكثير من الصحابة كان يستفتون سيدة عاشة هل هذه يعني شنو وين تخليها بياه إطار هذا ماكو إلا إطار أن المرأة تدرس وتدرس وتطور نفسها بالأمر المحدد بإطار الحشمة يعني أكيد يعني ضواط الموضوع المرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تخرج إلى الغزوات وربما لا تقاتل بالسيد ولكن في الضمادة يعني في الضد وفي الطعام وحضار الطعام يعني معناته كانت تخرج بل الأكثر من ذلك كانت كاشفة للوجه الغامدية اللي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام جعل يدها على وجهها الحديث طويل في البخاري هذا يدل أنه المرأة كانت تخرج في المعارك وتدخل بين الرجال ووصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لو كان الأمر خطأ كان النبي قال لها أنت شلون تطلعين أنت شلون تجين أنت ما كانتش بالبيت أنت ما يصير تطلعين مو لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما نكر هذا الأمر وتعرف حضرتك في الشريعة الإسلامية الشريعة إما قول النبي عليه الصلاة والسلام وإما فعل وإما تقرير تقرير أنه رأى حالة وسكت هذه الحالة صحيحة يعني فالتقرير النبي وإقرار النبي على خروج هذه المرأة وشقة الجيش وجاءت الغامدية للنبي عليه الصلاة والسلام هذا إقرار منها أنه تخرج المرأة ولكن بالحشمة طبعا وبالضوابط والمعاين نجي في وقتها يعني فالمرأة مظلومة أستاذ أحمد نعم مظلومة أنا أتكلم عن المتدينينات وأتكلم عن غير المتدينينات نعم أنا أقر في ذلك ولكن لا يجوز المساس والطعن بالإسلام يجعلون الإسلام هو السبب في ظلم المرأة ترى الإسلام راد شغلة وحدة من المرأة أستاذ أحمد راد شغلة وحدة فقط راد المرأة أن تحتشم وهذا أمر مو بعيد يعني يا مرأة يا بنت الإسلام راد شغلة وحدة راد منك أن تكونين معززة مكرمة عندما تخرجين ما يطلع من ملامح جسدك وما يطلع من ملامح وجهك عفوا شعرك إلا الوجه والكفين أراد منك شغلة أمر آخر اللي أنت شوفيه ثقيل أنه ما رادك ترتمين بأحضان الرجال إلا رجل واحد وبالحلال هذا الإسلام خلاصة المشكلة هذا يعني نعم ترى اللي تطعن بالإسلام وتطعن بأن الإسلام أخذ حقوق المرأة تعرف ليش تطعن يا أستاذ أحمد نفس الإسلام قيدها تريد أن توخر هذه التقييدات ماذا تفعل؟ تهاجم الإسلام حقوق مرأة ليشوا منه مثل الإسلام أنت حق للمرأة منه مثل الإسلام قال عن المرأة أنها شقائق الرجال حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليشوا النبي عليه الصلاة والسلام على فراش الموت ويقول استوصب النساء خيراً خيركم خيركم لأهله وأنا لأهله وأنا خيركم لأهله والنبي عليه الصلاة والسلام في كل موطن يقف مع المرأة جاءت لهذه المرأة قالت له أنا أريد أعوف زوجي ليش؟ قالت أكره منه ما أكره يعني شافت الحياة وياه وروحه وكذا قالي للشنطاج قالت انطاني حديقة قطعة أرض قالي ردي عليه حديقة وأنت حرة طبعاً بالناسبة هذا الحديث يتكلمون عنه شروح استاذ أحمد يعني النبي عليه الصلاة والسلام لبى أمر المرأة من غير أن يسمع للطرف الثاني شوف النبي عليه الصلاة والسلام مجرد أنه اشتكت قالت أنا ما أرتاح لزوجي أما ما موجود من دعوات هي دعوات باطلة حقيقة وتحتاج إلى إعادة والمراجعة طبعاً مهما ذكرنا كثير من القصص والأشياء اللي وردت حتى في فترة الرسول صلى الله عليه وسلم من النساء مثل أم عمارة في إحدى الغزوات وكثير من النساء حتى في زمن سيدنا عمر مال أصابت إمرأة وأخطى عمر يعني هذه كثير من الحالات اللي كانت موجودة حتى في زمن رسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وآل البيت ربما الرجال يسمعونها السحالية ويقولوا أنتوا كثير ربما بالغتوا في دور المرأة وعطيتوها أكبر من حجمها في المجتمع ولكن أنا أضم صوتي إلى صوتك أن المرأة مر يقول مهمشة ولكن ربما مظلومة في مجتمعنا العراقي يعني قبل فترة من الفترات التقيت بأحد الرموز المجتمعية فسألت عنده أكثر من بنت فسألت قلت لبناتك بتعلمات فقال أنا ما عندي بنية تكمل خامس اتدائي أو سالس اتدائي فسألت عن السبب قال والله أنا شكلها يوحي أنها إمرأة يعني وهذا شي جذاب وهي فأني ما أوديها مدرسة والحد تنتظر لحد ما تجي قسمتها وتتزوج وهذا بحد ذاته هو ظلم الشيخ حسين بحيث يأثر كثير حتى على البنات وحتى على مستواها الإدراكي والمعرفي وحتى بعدين من تتزوج شخص متعلم أو ربما تتزوج ما تعرف في شون يدير بيتها وأسرتها والمرأة لا تعد ربما نصف المجتمع ربما هي كل المجتمع ليش؟ لأن الأم تربي رجال وتربي منهم يصنعون المستقبل ربما كثير ما نشوف دعوات من بعض الكاتبات أو الشخصيات النسوية كثير ما يطعنون الرجل أن الرجل دوما في دائرة الاتهام أن أنت دوما يخلون هناك صراع بين الرجل والمرأة وطبعا أنا أتابع بعض من المشاهير الموجودات خاصة بالسوشيال ميديا أن تدعو للانتقام من الرجل وكأنما دعوات تحرير المرأة وحقوق المرأة مختصبة ويجب أن المرأة تكون فيه تحدي دائم مع الرجل التحدي صحيح مع الرجل؟ يعني هو طبعا أستاذ أحمد أنا أتابع هذا اللي تقول عليه وأنا أشوف من بعض النساء يكرهن الرجال وطبعا هذا مبالغة في ردة الفعل يعني نعم مبالغة في المرأة المستقيمة وصاحبة الشخصية وصاحبة الفهم هي من تفرط شخصيتها وهي من تبين الصح من الخطأ طبعا ما كو يعني أنا أرجع وأقول أنه الخطأ يحاسب على الشخص اللي أخطأ نعم التعميم العموم مصحح يعني أنا أرجع وأقول أنا أتكلمت معي إمرأة قالت زوجي ما يقبل أن ألبس خلني نقول ماركة تركية مثلا نعم بالنسبة للمرأة المستورة هناك لبس فيها ماركة تركية جميلة جدا نعم شوف هو ما يقول لها أنا ما ريد أشتريه هو ما يريد يبرر عن بخلة بطريقة أخرى يلبس الموضوع ملابس دين يقول لا ما يجوز نعم حرام لأن هذا هيت شي جوا الركبة وهذا فوق الركبة يعني أقصد مو إحنا مرات أغلب الرجال انبرر بخلنا أو انبرر عدم اهتمامنا بالمرأة انبررها باسم الدين أو انبررها باسم العشيرة مثل يجي رجل يضرب المرأة وهين المرأة يجون أهل البناء يلا رجعي عيب شي يقولون الناس يعني بتهم رجعت وطلقت يعني لا مصحح هذا التصرف لا مصحح ولهذا هذه تراكمات صارت ساد أحمد يعني لا المتدين يتكلم عن هذه النقطة ولا الغير متدين ده يضخ على المرأة بأفكار مسمومة فبالتالي اللوثة وصلت حتى إلى أغلب المتدينات بينما شوف الإسلام ما تدخل في ملابس المرأة هل تعلم يعني؟ ما تدخل أنه المرأة ماذا تلبس؟ ما تدخل يعني نعم هناك أقوال للعلماء نختصر الأقوال بكلمتين بالنسبة للبس المرأة قالوا تلبس ملابس لا يشف ولا يصف تلبس خد تلبس خلاص وما فيه تشبه إلى الكفار ولا غير الكفار يعني الكفار عفوا فقط لا يشف ولا خلاص أنت إلبسي ماركة تركية مثلا أو إلبسي ماركة أخرى أو إلبسي ماركة خليجية أو إلبسي بس أنا أريد شغلتين من هذا اللبس لا يشف يعني مو شفاف نعم ويبين ملامح الجسد ولا يصف يعني لا يصف على الجسد ويبين ملامح الجسد أو يظهر مفاتن الجسم نعم يظهر مفاتن الجسم نعم شوف قصدي ماكو تفاصيل يعني ماكو شيء اسمه ظلم باللبس يعني أنت إلبسي ما بدأ لكي من غير التفاصيل هذا طيب يعني هسا الآن لو استعرضنا استعرضنا وأتحدى أنا من هذا من برك يعني أنه حتى هناك بعض البرامج تظهر على بعض القنوات الغير عراقية وغير محلية دولية يجون استعرضون البرامج عن ظلم المرأة يتكلمون فبتقصدين حتى من يجيبون ضيف يجيبون ضيف ضعيف يمثل الجانب خلالي يقول للإسلامي ويجيبون مرأة يعني متبرجة وتتهكم تحمل أفكار قاسية جدا دائما أسمع نعم أرى أنهم يتجاوزون على الإسلام وما كفت شيء سوى الإسلام للمرأة بحيث بيظلم ما كفت الشيء شوف الناموس والعيب ترى موجود عند المسلمين وموجود عند النصارى وموجود عند اليهود وموجود عند الكفار والناموس والعيب ترى موجود حتى عند بعض الحيوانات ترى حتى بعض الحيوانات يغار على الأنثة اللي عند менее طيب فمن حق الرجل أن يغار على زوجته ما يطلحا انفرعة مثل ما يقولون وما يطلحا شبح عارية حتى الغرب عندهم هذا الأمر يعني موجود يعني بل حتى في الغرب بعض الأفكار بعض الديانات وبعض المعتقدات أنه يخرج زوجتهم محجبة بل حتى عندما فتحت الأندلس كانت زوجات الصليبيين يرتدون الحجاب ووجههم طالع فما بيعيب على المرأة أو ما بي نقيصة إذا قالت تسترين نفسك وحدة من الأشياء التي تنذكر خاصة في جانب المرأة هي مسألة الحجاب لجنابك حسد تناوله وتتحدث به كثير ما يقال أن لم ترد هناك آية تدل على الحجاب في القرآن الكريم بحيث أصبح هذا الموضوع دوما يذكر وكثير من التساؤلات خاصة لدى البنات يسألون أن ماكو آية تخص الحجاب وهو مواجب وهو مفريضة إلا ألبس حجاب بحيث نشوف حالات كثيرة لبعض البنات ما تميل الحجاب يقول لك الإسلام بس ألبس الحجاب أنا شعري حيتغطي وأنا أريد يعني شعري يعني حال تقليد الغرب ربما نسميه وكثير من الحالات أنا شفيتها حتى خارج عراق من سافرت كثير ما أول ما سوي البنية تترك الحجاب نعم والسبب ربما لبستها مجبورة أو ربما بسبب أن فرض عليها بحكم يعني عرفاً إذا أريد نسميها ما أريد أن نذكر غير ألفاظ برأيك الحجاب فرض على المرأة أهم لا طبعاً الحجاب فرض نعم بس قبل لا نقول فرض لازم الناس يعرفون أنه الإسلام من جاعة بالأحكام لم تأتي الأحكام كلها في القرآن الكريم نعم يعني هسا عندما تصلي تركع موجود هيئة الركوع في القرآن ما موجود نعم بابا موجود هيئة السجود في القرآن ما موجود بالقرآن الكريم موجود أنه كيف ترمي الجمرات وكم حصوايا ترمي والتوقيتات للرمي الجمرات في الحج ما موجود في القرآن الكريم هل يوجد الرجل كيف يتزوج المرأة الألفاظ يعني الإجاب والقبول وشاهدين وولي أمر موجود بالقرآن ما موجود فنحن الأحكام الشرعية نأخذها من القرآن أولاً وثم من السنة النبوية وثم من الإجماعي ثم من القياس هاي مصادر التشريع يسموها نعم يعني إما أخذها من القرآن وإما من السنة النبوية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة النبوية يسموه مكمل لأحكام القرآن نعم وإذا لم توجد في السنة النبوية موجود في القياس في الإجماع ثم وفي القياس نعم فأني أي شيء أريد أسويه أغضى من هاي المصادر الأربعة فالحجاب موجود في القرآن وموجود في السنة النبوية وموجود في الإجماع وموجود في القياس تخيل يعني في أربع مصادر وآية صريحة تبدأ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنينا عليهن من جلابي بهن بغض النظر عن المشاحات يقول لك ما كان لفظة من حجابهن مثلا ما هو بغض النظر عن المصطلحات نعم ربما اليوم إحنا عندنا الحجاب اللي يوضع على الرأس في السابق الحجاب عندهم الذي يوضع على الصدر كان نعم وفي السابق في عصر من العصور كان لفظة الخمار ما في حجاب وكان الملفع ماكو حجاب هذه المصطلحات التي يريد أن يؤولها بعض بإلقاء الشبهات اترك إذا هو يقول ماكو نص في القرآن الكريم النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى مرأة قال لها يا هذه إذا بلغت المرأة سن المحيض يعني بدأت تحيض يعني بلغت لا يظهر منها إلا وجهها فأشار إلى الوجه ويديها الكفين أشار إلى الكفين الحديث يقول وهذا في البخاري نعم وفي إجماع العلماء أنه أجمع علماء الأمة من زمن الصحابة إلى يومنا هذا أن المرأة تغطي رأسها ولا يوجد عالم معتبر سوي وحتى بعض الأحيان يطعنون ببعض المراكز الإسلامية مثل الأزهر الشريف لم يقل الأزهر ولا أحد من رجالات أهل العلم بأن الحجاب مفرض الكل يقول بأن الحجاب فرض يعني هذه إجماع الأمة من الصحابة إلى يومنا هذا ليش في السنوات الأخيرة طلعت هذه الدعوات يعني طبعا إحنا المكان لو يسمح العرض أنه نعرض آيات قرآنية تخص الحجاب وفيها الحجاب وتفصيلات لغوية في هذا الموضوع ولكن حتى نعرض عليه تعريض أنه الحجاب فرض من الله تعالى للمرأة وليش أنت تخلي الإسلام كله وحقوق المرأة اللي انطال إسلام تحصرها بجزئية الحجاب ليش الإسلام من طلب منك الحجاب طلب للستق طلب تتعففه طلب أنه أنت لا يرى منك الشيء الجميل إلا لرجل يأخذك بالحلال يعني مثل ما نقول على سنة الله ورسوله يأخذك فاليوم مع الأسف يوجد طعن في كثير من القنوات في كثير من المواقع بموضوع أنه المرأة مهضومة حقها وأنا أسألهم سؤال أقول أيهما يضيهضم حقك اللي يشرب واللي يتجاوز عليك باسم الحرية واللي يخونك باسم الحرية الشخصية وكثير منهم هن غير سعيدات مع أزواجهن لأنه خيانات وكثير منهم هي لا تجد حقوقها يتعاملها معاملة عفوان الحيوان في بيتها وفي خارج البيت زيان وبينما المسلم أمرها أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى اللقمة نخليها في فم زوجاتنا عليها أجر يعني حتى لو غازلها بكلمة عليها أجر يعني بل حتى علمنا النبي عليه الصلاة والسلام بمواضيع الفراش أنه كيف تقبل وكيف تتقدم على زوجتك أنه أعطى الراحة وأعطى حقوق المرأة كاملة في الإسلام وفي شريعة في التفاصيل كاملة كاملة نعم حديث مشوق ياك شيخ حسين بزاك الله خير أجدت وأفدت في هذا الموضوع ربما مهما أردنا أن نتكلم عن المرأة فهي الأم والبنت والزوجة والأخذ وهي مثل ما تفضلت ربما ما نكسميه نصف المجتمع ربما هي كل المجتمع ولكن ما هي هذه الدعوات لتحرير المرأة إلا هي لسلب حقوقها وليس لإعطاء حقوقها للأسف يعني هناك ضخل الأفكار وضخل لبعض الشبهات حول هاي المسائل خاصة الحجاب وغيرها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على بناتنا وخواتنا وزوجاتنا ومهاتنا ويعني دوما أن لا يتأثرون ويكونوا مؤثرات في المجتمع ويكونوا قدوات صالحات في المجتمع يزالي الشكر وامتلان لك شيخ حسين امتعتنا بالحوار معاك ونلتقي إن شاء الله في حلقات مقبلة ولكم جزيلا شكر والامتنان مشاهدين الأكارم ونلتقي وإياكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى من برنامج قضايا معاصرة فكونوا بالقرب والسلام عليكم